الغربة هي حالة من التشتت والابتعاد تتجاوز حدود الجغرافيا لتصبح تجربة وجدانية تعيشها النفس بعيداً عن المكان الذي انتمت إليه يوماً أن تكون غريباً يعني أن تعيش بعيداً عن كل ما هو مألوف ومريح حيث يصبح الوجود نفسه تحدياً يومياً الأصدقاء، العائلة، اللغة، وحتى العادات التي تربيت عليها تتحول إلى ذكرى بعيدة تراودك في لحظات الصمت والفراغ عندما يختار الإنسان الغربة أو تفرض عليه فهو يترك خلفه جزءاً من ذاته في البداية قد يكون الحماس هو المسيطر حلم البحث عن فرص أفضل أو الهروب من واقع مرير لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن الغربة ليست مجرد مسافة تفصل بينك وبين الوطن بل هي انفصال عن تفاصيل صغيرة كنت تعتبرها بديهية تلك القهوة الصباحية التي اعتدت أن تشربها مع أصدقائك أو صوت أذان المساء الذي كان يذكرك بموعد اللقاء العائلي أو حتى الشوارع التي تعرف كل زاوية منها العيش بعيداً عن الوطن يعني أيضاً البحث عن هوية جديدة يصبح الفرد محاصراً بين الثقافتين ثقافته الأصلية التي يحملها معه كعباءة تذكره بمن هو وثقافة البلد الجديد الذي عليه التأقلم معه قد يجد نفسه مضطراً لتغيير بعض العادات أو تقبل أمور جديدة لم يكن يوماً يظن أنه سيقبلها وقد تلمس مشاعر الغربة بشكل أعمق عندما تمر بمواقف صعبة وأنت وحيد في بلد غريب قد تحتاج إلى حضن الأم أو نصيحة الأب ولكنك تجد نفسك مضطراً لمواجهة كل شيء بمفردك حينها تدرك أن الوطن ليس مجرد مكان بل هو كل تلك العلاقات التي تدعمك في كل لحظة ومع كل هذا تتعلم شيئاً مهماً الغربة تعلمك الصبر والقوة والاستقلالية تكتشف في نفسك قدرات لم تكن تعرف بوجودها تصبح أكثر تقديراً لكل شيء كنت تملكه في وطنك وتفهم قيمة الأمان الحب والانتماء لكن بالرغم من كل شيء تبقى الغربة دائماً حنيناً لا ينتهي حنين لابتسامة وجه مألوف لرائحة طعام كنت تحبه ولإحساس بسيط بالانتماء وربما بعد سنوات طويلة من العيش في الغربة تدرك أن الوطن ليس فقط المكان الذي ولدت فيه بل هو أيضاً حيثما وجدت الحب والراحة والسلام الداخلي ترجمة نانسي قنقر